اعتمدها لأطفالك وصفة سحرية غنية بالفيتامينات والمعادن ضرورية للجسم تمد الجسم بالطاقة للكبار والصغار ممكن استعماله ابتداء من سنة ستة أشهر ضرورية بالنسبة للرياضيين وكذلك لمن يعانون من مشكلة تعب الإجهاد والإرهاق والأكثر من ذلك تعتبر من بين أفضل الوصفات لعلاج النحافة وتقويات العظام رائعة لذيذة وفي نفس الوقت بها عدة فوائد سنتعرف عليها خلال هذه الحلقة التي ستجمعنا مع بعضنا البعض إضافة إلى ذلك تعتبر أحسن وصفة لتقويات المنعة هيا بنا لنتعرف عليها بسم الله على بركة الله أول مكوين سأحتاجه في هذه الوصفة هو مكوين غني بالمنغنيز بالبوتاسيوم بالفيتامين سي وله دور كبير في علاج مشاكل الجهاز الهضمي خاصة الإسهال والمغس آلام المعدة وآلام الأمعاء يزيد من الدكاء يحارب الشيخوخة ويقوي الجهاز الهضمي غني بالفيتامين بيسيس الشيء الذي يقيم من فقر الدم سأخذ كسخول أضع بها الموز كذلك يحتوي على هرمون السعادة الشيء الذي يحسن الحال النفسي عند الكبار ويساعد للإسترخى عند الصغار ويحسن المزاج ملعقتان من الروز العادي بعد ذلك سأضيف نصف الليتر من الماء المعدني هذه الوصفة ضرورية خاصة في مرحلة التسنين أو في مرحلة إخراج الأسنان عند الصغار أضيف بعد ذلك القليم الزعتر شيء الذي يساعد على الهضم وكذلك ينفع في التخلص من الميكروبات والجراتيم التي ممكن أن يعاني منها الطفل خلال هذه المرحلة شيء الذي يخلق عنده مشكل المغس بشكل كبير بعد أن وضعته فوق النار حتى طهى جيدا سأقوم بإزالة أعواد الأعشاب أضيف إليه قليل من الملح في بداية الطهي وذلك لتزويد الجسم بالأملاح المعدنية التي يحتاجها الطفل بالأخص خلال فترة الإزال وكذلك لإعطاء مذاق لديد بالنسبة للكبار أمكن إضافة لقليل من العنب الأسود في حالة إذ كنتم لا تعانون من مشكل الإسهال ويعتبر جد رائع بالنسبة لفقر الدم يطهأ معه بعد ذلك سأحتاج إلى مكون مضاد للإلتهابات يقوي الذاكرة ويساعد على تكوين كما أقول الدماغ بشكل سليم يحتوي على ويحتوي على الفيتامين أه إنه جوز الجوز أو عين الجمل أو الجوز الفارسي أقوم بتقطيعه بهذا الشكل حبة واحدة كافية للطفل عمره ستة أشهر وكذلك حبة بالنسبة للكبار أما بالنسبة للرياضيين سنضيف إليهم أو سأضيف هنا في حالة إذ كانوا أطفالكم لا يأكلون قطعة بهذا الشكل أو خفتهم عليهم فيمكن حق المكونات أضيف كذلك تقيمنا اللوز بصحة والراحة